وقبل ما نطلع لحضراتكم على الهواء مباشرة للفاصل كتنها والد بتسأل السيد وليد بتقوله إيه بتسأله عموماً مش بس فيما يتعلق بالمباراة بكرة بتقوله بشكل عام انت متفائل ما خدش يكسر من السنة وقالها عايزين بقى نعرف الأمارة بتاعت التفاعل عشان حتى نستمد منك الروح الحلوة شوف خلينا نتكلم بس بشكل عام أولاً الناس لازم تعرف قيمة منتخب مصر يعني إحنا لما بنتكلم عن قيمة اسمه منتخب مصر الفكرة مش شفونية أو عنجهية أو أن احنا يعني معتزين باسم بس منتخبنا في المطلق لكن انت لو تبعت الميديا مش بس حتى في أفريقيا في العالم كله قبل البطولة هتلاقي الناس بتتكلم عن منتخب مصر أنه داخل البطولة مرشح للفوض فدي أول نقطة تاني نقطة أن انت عندك جيل حالي جيل مميز يعني أنا بشوف والحقيقة أنا بستغرب من ده أن في بعض وسائل الإعلام وبعض النقاط أو المقدمين أواتفر يعني اللي بيتكلموا في الآن بعيدة عن السوشيال ميديا بيتكلموا أحيانا بنوع من التقليل أو التهكم لبعض الأسماء في منتخب مصر صحيح ويريد ده بناء على رؤية فنية أو بناء على داتا أو معلومات لا بيكون بس مجرد أنه عشان يعمل تريند أو غيره ما يعرفش أن الحاجات دي بتوصل وبتأثر ومش بس بتوصل لنا كلعيبة على السوشيال ميديا لا الناس بره الصحفين بره وأنا ليه علاقات مع صحفين أفارقة وغير أفارقة بتشوف وبتتابع وكل حاجة بتترجم وتوصل فأنت حتى حتة الرهبة بتاعت منتخب مصر اللي عندهم لما بيجي الميديا المصرية بتتكلم عن المنتخب بنوع من التقليل فحتى فكرة أنه يدخل وهو خايف منك دي بتقل وبتنكس فده بيأثر علينا سلبية غير أن احنا عندنا جيل مميز من لعبين مميز إذا أحسن استغلال أكيد أكيد أنا أتكلم كمان في النقطة دي الجيل اللي عندك ده فيه أحسن لها في العالم يعني فيه محمد صلاح اللي هو أحسن لها في العالم حاليا يعني فعليا مش برضو كلام مش مجرد كلامه عندك بقى سوء مش عارف يلعب منفردا وفي نفس الوقت لازم يتم توظيفه صح هو أفضل آه والأفضل ولكن ما فين الأجواء اللي تتيح إنه هو يدي أفضل ما عنده فعلا بالضبط دي مسؤولية على كارلوس كيروش المدير الفني وجهازه ومسؤولية كمان على مجموعة اللعبين ومسؤولية على محمد صلاح نفسه ما في الآخر أصل الكرة دي هي معادلة كيميائية ما فيش حاجة فيها ما فيش عنصر واحد يقدر يعمل كل حاجة طبعا فإذا محمد صلاح هيتميز فلازم دي يكون من محمد صلاح أولا من زميله ثانيا وقبليهم كلهم طبعا الجهاز الفني واستكمالا للكلام إنه إحنا كمان عندنا مدير فني كويس أنا عارف إن الناس في مصر مستائة مستائة منه صح ده تعبير حقيقي يعني ومستغربة من بعض الحاجات اللي عملها سواء في كاس العرب إن كنت أنا بعتبر كاس العرب دي بطولة كادة استعدادية فأنا يعني مش عايزة نظر لها كبطولة نقدر نقيم من على أساسها وكمان كاس الأمم الأفريقية أول مباراة مباراة ناجيريا كان فيها مساحة من التأليف واسعة جدا وكان فيها تعامل غير جايد تماما تماما من كارلوس كيروش على مصطقة توظيف اللاعبين واختيار التشكيل وتحديد أماكنهم وغيره لكن أنا فيه وفيه جانبين كده عارف أنت كان فيه في كارتون زمان تعمل زينجر المزدوج كان عنده وشين كده وش طيب ووش شرير فهو عنده وش طيب ووش شرير الوش طبعا شرير ده تعبير مجازي يعني هو طبعا طيب ومحترم الوش اللي فيه عند أو تمسك بالرأي خلينا نقولها يعني بالضبط هو عنده سمات شخصية عنده طول عمر يعني أنه تابع كيروش من زمان جدا من ساتما كان مساعد مدارف في منشستر يونيتد من زمان وما قبل كمان من بداية مكان مسك منتخب الشباب في البرتغال وفي بداية التسعينات لما مسك منتخب البرتغال الأول وكان ليه مسيرة كده طويلة هو كان يعني كأسم في البرتغال اسم معروف فأي حد كان متابع كورة عالمية بشكل ضغيق عارف الراجل ده فهو عنده فنيات وبيعرف يبني جيل وبيعرف يكتشف مواهب وبيعرف يقدم أسماء جديدة وده عمل قريدي مع منتخب مصر وممكن كمان نسكر أمثلة لكن مشكلة الراجل ده تقول عمره إنه صدامي وعنيد والعند أحيانا نحن بيقول في المطلق العند يولد الكفر ففي الكورة العند بيولد الأخطاء فإذا تخلى كيروش وانا شفت الملامح التخلى يعني العند ده في ماتش غينيا بيساو وماتش السودان إنه بدأ يتراجع لما لأه أحيانا النقد بيبقى صحي النقد الصحي إمتى لما أنت تنتقد فعل خطأ بالضبط لما تقول أنت لقيت غلط ده نقد عظيم جدا لكن ما تستهنش بلعب وتقول ده ما بيعرفش يباط يعني لا ما فيش كده لكن الإعلام المصري والجماهير المصرية حتى الجماهير اللي سفرت يعني الراجل ده كان خارج من مباراة نيجيريا بعد ما خسرنا واحد صفر هو متخيل إنه عادي يعني أنا بلعب نيجيريا نيجيريا دي منتخب مصنف مصنف قابلي حتى في أفريقيا عندهم نجوم خسرت واحد صفر بس أول مباراة في البطولة بس التاريخه غيري أنا سبع بطولات ما فيش حد حتى قريب مني أكيد أكيد بس خلي بالك في الكورة التاريخ دايما تاريخ يعني في أوئة بس بنبني عليه برضو يا سيد وليد يعني ما نقدرش أن احنا نلغي يعني ده زي ما حالك بداية كلامك هو بيخلي اللي قدامك عارف أوي هو داخل بيلعب مع مين أو القيمة اللي هو القسم بيضعها ليك بالضبط ما هو ده اللي هو ما كانش مستوعيبه يعني ده اللي كيروش ما كانش مستوعيبه هو كان متخيل زي ما بقولك أنه داخل مباراة في ابتتاح فتعالوا نجرب نخدع منتخب نيجيريا فنحط محمد صلاح مواجم ومصطفى جناح فهو عمل حاجات غلط حسبها غلط بس هو كان خارج مش منزعج قوي بس لما لقى الجماهير اللي كانت موجودة المجموعة الجماهير اللي سفرت من المصر فالناس لقى في حدة في التعامل حتى هو كان رد فعله وكان غريب وعمل كده مشده